صناعة البهجة في مصر مهرجان العالمين الجديد عشرين تلاتة وعشرين العالم يثبت كل يوم انه عالمين ويواصل الفعاليات الاستثنائية في الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط معايا على التليفون لا مش على التليفون على الهواء أيوة كل مرة اقول على التليفون مش معقول كده وهدين يا محمود انت نفوت هيئة اسمين يا محمود محمود جميل مراسل التليفزيون المصري زميل العزيز من العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين عشرين تلاتة وعشرين هات ما عندك يا محمود فرحنا وبسطنا وزقطتنا بساء الخير يا يوسف وبساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان برحب بيك وبرحب بكل استاذ المشاهدين والحقيقة لسه الأجواء المبهجة والمفرحة موجودة في مدينة العالمين وبتزداد يوم بعد يوم يعني كل المظاهر الاحتفالية هنا لمهرجان العالمين الجديدة موجودة وكل الناس دلوقتي بتيجي وكل الناس دلوقتي بتتكلم بقى على الحفلات اللي جاية في مهرجان العالمين الجديدة يعني احنا بقلنا شوية هنا في الممشى السياحي الناس كلها وكمان في المول التجاري عملين يتكلموا بقى ان في حفلة جاية يوم الجمعة لتامر حسني وفي حفلات تانية موجودة بدأت بقى الناس تتكلم عن مهرجان العالمين الجديدة والكل اللي يسأل أي حد ماشي يسأل التاني على الفعاليات بقى اللي هتكون موجودة في المهرجان وإزاي يقدر كمان أنه هو يشارك خلينا أقولك أنه كمان النهاردة إحنا شاهدنا في خلية نحل من العمال شغالين على مدار الساعة للانتهاء من المصرح اللي هيكون موجود والمنطقة اللي هيكون موجود فيها حفل الفنان تامر حسني يوم 21 يوليو الجاري يوم الجمعة الجاية إحنا بنتكلم إحنا المنطقة هي على شمال نهي العالمين أرينا وعايز أقولك أن العالمين أرينا هي من أهم المناطق والأماكن دلوقتي اللي بتستضيف كبرى الحفلات الفنية يعني سواء حفل التامر حسني أو حتى باقي الحفلات اللي هتكون موجودة في المهرجان وبالمناسبة إدارة المهرجان كمان أعلنت عن حفل الفنان أحمد سعد هيكون يوم 27 يوليو وهيعلن قريبا عن فتح باب التذاكر لحجز تذاكر حفل الفنان أحمد سعد فعايز أقولك الليستيج خلاص بينتهوا منه تماما فاضل حاجات بسيطة كده في أعمال الإنارة والإضاءة اللي موجودة بالإضافة طبعا لتنسيق البوابات وبوابات الدخول وبوابات الخروج فعايز أقولك كل العمال شغالين على مدار اليوم علشان يتم الانتهاء لأن احنا خلاص بنتكلم في يومين أو ثلاثة وهيتم انطلاق أول حفل فني ده غير باقي الحفلات اللي هتكون موجودة يكون موجودة عندنا أحمد سعد نانسي عجرم إليسا راغب علامة الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفلات حلوة هنا يوسف وفي أجواء مبهجة العايز أقولك كمان أن المنطقة اللي تم فيها أول الفعاليات يوم الخميس والجمعة والسبت سواء بنكلم على التيك بول أو التحدي الزهبي منطقة مهمة جدا النورس سكوير يعني دي هتصبح أو هتكون من أهم مراكز الخدمات التجارية اللي موجودة على الساحل الشمالي وبطول كمان الممشى السياحي اللي موجود وهتقدم كل الخدمات الترفيهية والفنية للزائرين وكمان هنشهد في هذا المكان انطلاق فعالية الفاشن شو هيكون فيه أشهر عشر مصممين في الوطن العربي دي هتكون يوم عشر تمانية القادم يوم عشر أغسطس هنشهد هذه الفعالية بالإضافة إلى أن نفس المكان كمان هيستضيف حفل الختام وتوزيع جوائز العالمين فبالتالي كل الأماكن وكمان المنطقتين دول سواء العالمين أرينا أو النورث سكوير موجودين وسط طبعا الشاطئ المميز للبحر المتوسط وشاطئ العالمين وكمان الأبراج اللي موجودة فبالتالي احنا بنتكلم على أجواء حتى من الفيو اللي موجودة اللي الناس بتبقى موجودة فيه بتستمتع بالفيو بتستمتع كمان بالهوى اللي موجود وحالة الطقس عايزة أقولك حالة الطقس هنا حلوة قوي ودرجة الحرارة هنا يعني يمكن مش مرتفعة زي القاهرة وباقي المحافظات لكن عايزة أقولك الجو جميل جدا هنا الناس كلها مستمتعة الناس بتبتدي بقى تنزل على بالليل تتمشى طبعا في الممشى السياحي الممشى السياحي ده كل الخدمات اللي فيه مجانا أي حد يقدر ييجي يتمشى على الممشى السياحي يقعد يستمتع بالهوى اللي موجود يستمتع بالأجواء اللي موجودة فالحقيقة مهرجان العالمين قدر انه هو نقول يبسط الناس ويفرح الناس ويمكن دي قيمة عظيمة جدا في المهرجان بيقدمها للزوار وبيقدمها للسائحين الموجودين انه هم يبسطهم انه هو يزرع كده في قلوبهم الفرحة انت بتبقى ماشي هنا تلاقي الأطفال مبسوطين وبيلعبوا تلاقي كمان الشباب مبسوطين كل واحد عمال يتصور طبعا هنا في الممشى مبسوط بالأبراج اللي حواليه فالحقيقة حالة عظيمة جدا وحالة مبهجة في مدينة العالمين الجديدة وعايز اقولك ان إدارة المهرجان مركزة في كل التفاصيل يعني انت لو محتاج فعاليات رياضية هتكون موجودة لان احنا كمان هنشهد خلال الأيام القادمة احنا عندنا بطولة التجديف وعايز اقولك كمان يوسف ان هنا في كورنيش البحيرات البحيرات الصناعية اللي موجودة احنا استضفنا بطولة التجديف في اكتوبر الماضي ويعني نجحة مدينة العالمين ان هي تستضيف هذه البطولة وكمان هيكون لسه عندنا كمان البدل وهيكون عندنا كرة الطائرة الشاطئية فاحنا بنقول للناس ان مهرجان العالمين هنا بيقدم توليفة جميلة جدا من الفعاليات الفنية والطرفهية وعايز اقولك كمان ان الشواطئ بدأت تستقبل اعداد زيادة وحتى الفنادق نسب الاشغال في الفنادق هنا كبيرة جدا يا يوسف وده بنتابعه يوميا طبعا من خلال لما احنا بنشوف الناس الكتير اللي بتيجي مدينة العالمين والسائحين اللي موجودين في مدينة العالمين رصدنا كمان جنسيات عربية واجنبية فالحقيقة مدينة العالمين بدأت تستقبل اعداد كبيرة جدا واخلال الايام اللي جاية خاصة مع امطلاق حفل الفنان تامر حسني هيكون فيه اعداد كبيرة يعني احنا متوقعين او عايز اقولك ان يوم الجمعة الجاية ممكن ما تلاقيش مكان تمشي فيه في الممشى السياحي هنا وده بدأ من دلوقتي من الناس اللي بدأت موجودة وتستقبل بقى او تيجي تستمتع بالاجواء الجميلة في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة الناس مبهورة بفكرة التميز اللي بتتميز بمدينة العالمين يمكن ده مش موجود العايز اقولك والله فيه ناس تاني جات قالت ان هما كانوا في بلاد برة وبيشوفوا بقى الابراج طبعا اللي موجودة في البلاد العربية او الاوروبية فهم مستغربين او مش متخيلين ازاي هنا بقى المعمار او التصميم او الحاجات اللي كانوا مبهورين بيها في بلاد طبعا خارج مصر بقت موجودة هنا في مدينة العالمين بقى فيه ابراج بقى فيه طبعا الفنادق اللي موجودة فبقت الناس مبسوطة وفخورة ان الانجاز ده بيحصل هنا في مدينة العالمين وفي مدينة مصرية وان احنا يبقى عندنا مدينة بتضاهي مدن العالم السياحية يعني احنا شايفين دلوقتي اقول اصر يعني مبسوطة كلها في الممشا الناس من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية الاصر مستحبة اطفالها كل الناس هنا مبسوطة الحقيقة فيمكن كمان احنا حابين نواجه الشكر لقدارة المهرجان او صاحب الفكرة فيه فكرة مهرجان العالمين الجديدة انه قدر يخلق لمدينة العالمين اجواء مبهجة واجواء مفرحة في المدينة ولسه احنا كمان خلال الايام الجاية زي ما قلتلك احنا هيكون عندنا فعليات كتير فيه طبعا هيكون عرض للطائرات الارسي ويمكن شفنا كان فيه بعض التدريبات كده من يومين شفنا بعض الطائرات طبعا بتحلق فيه السماء وكان فيه اجواء مبهجة موجودة فاحنا بنتكلم كمان الممشا السياحي هنا احنا هنشوف بقى لسه فيه فقرات لفرق تراصية وفرق فنون شعبية فالحيال احنا هنا بنتكلم على مهركات متكامل ومبهر يعني الى ابعد الحدود هو المشهد كله على بعض يا محمود جميل يا محمود جميل نورت يا محمود واشكرك مرة كمان وثالثة وعشرة وافضح اشكرك لحد يوم ثلاث احنا ثلاثة وعشرين هنبقى ثلاثة وعشرين صح اخر يوم في اغسطس باذن الله سبحانه وتعالى بشكرك جدا 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 زميل العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة عزيزي المواطن بشكل عام اوعى تستغرب من اللي بيحصل في العالمين وغيرها انت تستغرب ازاي يعني مصر اللي بنت الحضارة البشرية اللي بنت الهرم انت تستغرب على المصريين انهم ما يعملوا العالمين الجديدة ويعملوا العاصمة ويعملوا المنصورة ويعملوا 34 مدينة ده لسه بأمان تم ابهورين بالعالمين الجديدة صح ديكوا حق بأمانة لما يخلص بقى مشروع بقير الجديدة الابهار ابهارين يعني العالم اعلمين فبقير الجديدة هيبقى الابهار ابهارين مصر بتتحرك من النقطة الى النقطة الاعلى عارف كده الجماعة الاجانب عندهم حاجة يقولك بنش مورك مصر هي اللي بتحط البنش مارك النقطة دي وتعلي على نفسها وتفضل تعلي على نفسها مصر هي اللي بتحط البنش مارك ومصر هي اللي بتعلي عليه والله عظيم بعيد عن صناعة البهجة والسياحة والاستثمار أما لو قاعدنا حكينا وقلنا على أحدث وأهم نهر في الدنيا مصر عملته بحيث إنه العالم كله وأنا بكلمك دلوقتي الناس بتتكلم عليه ده اللي هيحيي اتنين واثنين من عشرة مليون فدان الدلتة الجديدة بقدين المصريين بعقل المصريين